اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو بدكو اياها يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناها وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك بتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكو بوهم ولا رح احكيلكو اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي روزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلك وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة لا اليك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بالدكية انت حر خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشيء برجهم وطالعهم اي بنتطبق عليهم وبنتطبق على هدول فخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش النازل والطالع هذا ما انه فيه انه برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برجهم الاسد وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك معرفة فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني انا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج الحمل طبعا اول بيت رح نحكي عنه اللي هو البيت الاول اللي هو برجك الحمل هذا يعتبر البيت الاول هو بيت الشخصية بيت المظهر الخارجي طريقة التعبير عن النفس تجاه الغير طريقة محبة الجنس الاخر لإلك فترة الراحة احنا منسميها وبداية سنتك انت الفلكية طبعا افضل الاوقات لإلك هي رح تكون من عشرين ثلاثة لغاية تسعتاش اربعة الاقوى فيها واللي رح تحس فيها بطاقة الحظ بتلعب دور كبير معاك هي تاريخ من واحد وعشرين ثلاثة لغاية تسعتاش اربعة هاي اقوى فترة اللي علاقة ببيت الشخصية والمظهر الخارجي والتعبير عن أنفسنا اصعب فترة رح تمر عليك هي من الآن اللي هي بداية السنة لغاية سبعة واحد لانه المريخ مازال موجود فعشان هيك بتظل العصبية موجودة وبظل في نوع من أنواع التوتر عندك بالنسبة للبيت الثاني لإلك اللي هو برج الثور وهو بيتك الثاني يعتبر هذا بيت الممتلكات بيت الأموال والمكاسب المادية والأمور الروحانية والمؤسسات المالية البنوك المعادن الثمينة اللي بيتوجب علينا الاستثمار والإنتاج فيها وردود أفعلنا اتجاه الظروف المالية زي سداد الديون نحل المسائل المالية كيف بيجينا أرباح وإمتى بيجينا أرباح أو بتتحسن الأمور المالية ويصير في نوع من أنواع المكاسب هي من 14.4 لغاية 20.5 هاي الفترة هي شاملة كل الحظوظ فيها أقواها هي اللي رح تكون من 14.4 ولغاية يعني نقدر نقول 20.5 هي أقوى فترة ممكن أنت تحصل فيها أرباح والوضع المالي يكون ممتاز وحلول مالية حتى على مستوى شغلات ممكن تجيك مفاجئة بشكل كبير جدا يعني بتحقف منها مكاسب رائعة جدا من تاريخ 14.1 لعشرين ثمانية هاي فترة المفاجئات يعني ممكن في خلال الفترة هاي اللي هي سبع شهور هاي بيصير فيها مفاجئات مالية ولكن بدك تحذر من سبعة واحد لغاية أربعة ثلاث هاي فترة سلبية وسيئة جدا ممكن تصرف فيها فلوس أو يجيك مصاريف انت بغنى عنها بدك تحتاط منها يعني تحاول تحافظ على أموالك وفترة تراجع أورانوس اللي هي من بداية العام وحتى 14.1 هاي بتكون ضاغطة بتجيب لك مصاريف زيادة والفترة من عشرين ثمانية ولغاية نهاية العام برضو نفس الإشي بتركز على الوضع المالي خسوف القمر الجزئي اللي رح يكون عندك في 19.11 برضو رح يكون إلو تأثير على الوضع المالي بالنسبة للبيت الثالث اللي هو بيت العلاقة بالسفر القصير التنقلات الاتصالات وسائل النقل الاستيراد التصدير الدراسات الهوايات الامتحانات الجيران علاقتك مع الجيران علاقتك مع الإخوة مع الأخوات مع الأقارب يعني كل هاي الأمور هي أقواها ورح تكون نشط جدا فيها هي في الفترة اللي بتيجي من 4-5 ولغاية 21-6 ومن 22-6 لغاية 11-7 أقوى الفترات هاي اللي هي بيكون فيها حضوظه محتمل السفر والتنقلات والنجاح في الامتحانات وحتى شراء سيارة هي الفترة اللي بتيجي من 9-5 لغاية 2-6 وفيه فترة ثانية اللي بتيجي من الشمس بوجودها برضو في برج الجوزاء اللي هي من 20-5 لغاية 21-6 بدك تحذر فترة تراجع عطارد اللي هي من 30-5 لـ 22-6 لأنه شوي رح يسوي نوع من أنواع عدم التركيز عندك فبدك تنتبه من أشياء لها علاقة أعطال بالسيارة أو نوع من أشياء لها علاقة بعدم التركيز في الامتحانات المريخ بيضغط بشكل كبير على العصبية فعشان هيك من 4-3 لـ 23-4 بيسبب لك نوع من أنواع التوترات وممكن أنه يضغط عليك بشكل كبير لدرجة أنه محتمل أنك تعصب أو تختلق مشكلة مع شخص أثناء نقاش ما كسوف الشمس الحلقي اللي بيجي يوم 10-6 بيأثر عليك برضو بشكل كبير هذا التاريخ بدك تنتبه منه قبله بثلاث أيام وبعده بثلاث أيام أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا البيت الرابع إحنا بنحكي عن برج السرطان هو بيتك الرابع، بيت العائلة، بيت العقارات، بيت الطفولة، محل الإقامة، حيازة الأمتعة والأثاث والحياة العائلية وكمان بيدل على الأب وعلاقتك بالأب هاي الفترة ممتازة وحتى لشراء العقارات أو البيوت أو ترحال من بيت لبيت أو الاستثمار في أمور العقارات بتيجي من 8-6 لغاية 28-7 أقواها بالحضوض هي من 6-27 وهاي فيها فرحة أو أمر إله علاقة في البيت أو مناسبة كبيرة بتكون لها علاقة بالبيت وممكن شراء بيت أو استثمار في بيت الفترة الثانية القوية اللي هي وجود الشمس في السرطان اللي هي من 21-6 لغاية 22-7 بدك تحذر من مشاكل في البيت أو خلافات ما بينك وبين أفراد العائلة أو بعض الأعطال أو الخراب وبدك تحذر من النيران أو تسريب غاز أو أشياء زي هيك اللي هي من 23-4 ولغاية 11-6 أما بالنسبة للبيت الخامس اللي هو الأسد طبعا برج الأسد هو بيتك الخامس فعشان هيك هو بركز على العاطفة على الحب على الحظ على أمور المقامرة والمراهنة والترفيه والمسرات والأولاد وأمور إلها علاقة بالفن أو الفنون على الملذات على التجميل على التجارب الجنسية والرغبات والشهوات المادية والمضاربات المالية هذا البيت بشمل كل هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها أقواها بتيجي من 27-6 لغاية 22-8 رح يدعمك الحظ بهاي الفترة بقوة كبيرة جدا حتى ممكن توقع بالغرام في هاي الفترة أو ترجع لحبيب أو أنه يعني تكون فترة ممتازة قوة الحظوظ فيها بتيجي من 27-6 لغاية 22-7 وأثناء وجود الشمس في برج الأسد اللي هي من 22-7 لغاية 22-8 ولكن بدك تحضر من خلافات ما بينك وبين الأحبة والأبناء وسلبية ما ذكرنا اللي هي من 11-6 لغاية 29-7 أما بالنسبة للبيت السادس واللي هو إلو علاقة بالعمل إلو علاقة بعمل جديد إلو علاقة بالصحة بالخدمات بأمور إلها علاقة بالطعام والشراب زيادة الوزن الحيوانات الأليفة والحاجات اليومية والمسؤوليات اليومية والمهام والتغذية والحمية وعلم الطب برضو والأشياء اللي إلها علاقة بالطب والمستشفيات والعمليات وملحقاته والأمراض العابرة والحوادث اللي ممكن تتعرض لها بفترة هذا العام هي الفترة اللي بتيجي ما بين 22-7 يعني هاي فترة صعبة شوي حتى على مستوى العمل وممكن تجيب لك فرص عمل من 22-7 لغاية 22-9 أقواها هي فترة من 22-7 لغاية 16-8 وفترة من 22-8 لغاية 22-9 هاي أقواها بالحضوض يعني ممكن يجيك عمل جديد ممكن أمور إلها علاقة بالصحة ممكن تكون تعبان تتعالج ممكن تكون تشكي من شيء معين الفترة هاي أنت تتجاوزها أكثر فترة بدك تحذر فيها وتراقب وضعك الصحي وتراجع الطبيب إذا شعرت بأي شيء اللي هي الفترة من 29-7 لغاية 15-9 بالنسبة لبيتك السابع اللي هو الميزان هذا بيتك السابع هذا بيت الشراكي وعادة دائما الكواكب بتكون مقابلة لإلك بتضعفك في لحظات وتعطيك قوة في لحظات وهذا بيت له علاقة بالزواج الشراكي في العمل الشراكي بالعاطفي زواج خطبة بالسمعة الشخصية الخطبة الزواج الطلاق توقيع العقود التجارية بيت برضو له علاقة بالأعداء الظاهرين يعني الأعداء اللي أنت بتعرفهم والعالم الخارجي والقضايا القضائية والدعاوة القضائية هاي الفترة طبعا هي بتيجي من 16-8 لغاية 6-11 الأقوى إلك بالحظوظ هي الفترة ما بين 16-8 لغاية 10-9 والأقوى برضو اللي هي فترة وجود الشمس صحيح أنها بتعطيك حظوظ ولكن بتضعف طاقتك اللي هي من 22-9 لـ 23-10 يعني أقواها هي من 16-8 لغاية 10-9 بدك تحذر بالفترة اللي فيها تراجع عطارد اللي هي بتصير يوم 27-9 وبنتهي يوم 18-10 وبرضو وجود المريخ يوم 15-9 لغاية 30-10 هاي أصعب فترة إلها علاقة في هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها حتى على مستوى الانفصال والطلاق والمشاكل العائلية أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا البيت الثامن له علاقة في الأمور اللي تيجي على شركة التاريكات الديون الضرائب الشؤون المالية المتعلقات بالشراكة صحة أحد الأحبة وبتدل على برضو أمور إلها علاقة بالتغيير والروحانيات والعالم الآخر الجنس الشهوات الأمور اللي إلها علاقة حتى يعني لا تقدر الله بالموت والانتحار لبعض الأشخاص أو بعض الناس اللي أنت بتعرفهم أو بعض المعارف فهي دائما إحنا منسميه بيت الموت فعشان هيك مش معناه إنه بدي يصير موت ومش معناه بدي يصير انتحار ولكن هذا البيت بيأثر على هاي الأمور فهي الفترة بتيجي اللي هي أقواها بالحضوظ لا إلك اللي هي ممكن تستدين إلك ممكن تحل موضوع ضريبة ممكن تحصل بعض الأموال ممكن تتعالج من بعض الأمور اللي هي من 10-9 ولغاية 17 ومن 23-10 لغاية 24-11 أقواها بالحضوظ اللي هي من 10-9 لغاية 17 ومن 23-10 لغاية 22-11 طبعا بدك تحذر من فترة وجود المريخ في هذا البيت اللي هي من 30-10 ولغاية 13-12 أما بالنسبة للبيت التاسع وهو من بيت الحضوظ القوية هو القوس بيتك التاسع اللي له علاقة بالسفر البعيد والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد الفلسفة الدين المعتقدات الروحانية أو الروحية الدراسات الجامعية الامتحانات الجامعية الأمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير والأمور القضائية والحسن بيكون لصالحك فيها هاي الأمور اللي هي الفترة من بداية العام ولغاية 8-1 ومن 7-10 ولغاية 5-11 ومن 22-11 ولغاية 21-12 أقواها من بداية العام لغاية 8-1 ومن 7-10 لغاية 5-11 هاي أقوى فترات انت ممكن تحصل فيها أشياء حتى ممكن تفكر في أمور إلها علاقة بالهجرة أما أسوأها واللي بتطلب منك التركيز والانتباه أثناء السفر أثناء الامتحانات أثناء الأمور اللي ذكرناها اللي هي فترة من 13-12 وحتى نهاية العالم يعني حتى نهاية العام 2021 وبدك تحذر برضو بالفترة اللي فيها خسوف القمر اللي هي يوم 26-5 قبلها بثلاث أيام وبعدها بثلاث أيام وفترة خسوف الشمس الكلي اللي هي يوم 4-12 أما بالنسبة لبيتك العاشر اللي هو هذا احنا منسميه بيت المركز الاجتماعي والسمعة هذا المركز الاجتماعي اللي هو برج الجدي مركزك الاجتماعي والشؤون الحكومية والسياسية وعلاقتك برؤساءك وزملائك في العمل وأمور الترقيات وإثبات الذات والمشاريع المهمة وبتدل برضو على الأم يعني أمك ماشي هذه الفترة هي قوية وبتيجي لصالحك من بداية العام لغاية 1-2 ومن 5-11 ولغاية نهاية العام الآن أقواها هي اللي هي فترة من 8-1 وحتى 1-2 ومن 5-11 ولغاية 19-12 الشمس بتدعمك برضو من بداية العام وحتى 19-1 وبرضو من 21-12 وحتى نهاية العام هاي أقوى المراحل اللي أنت رح تستفيد منها ولكن بدك تنتبه إنه في عندك الزهرة رح يتراجع نهاية العام اللي هي من 19-12 وحتى نهاية العام برضو عندك تراجع بلوتو في نفس البيت هذا اللي هو من 27-4 ولغاية 16 فهي شوي ممكن تأثر عليك تتطلب منك الإجتهاد وعدم المبالغة بالحضوظ أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 اللي هو برج الدلو برج الدلو هذا بيتك 11 وهذا بيت الرغبات والأماني والآمال والصداقات والنشاطات الاجتماعية والأصدقاء الموثوق فيهم ومساعداتهم اللي بيقدموا لك نوع من أنواع الدعم والحماية والتبرع العواطف المتعلقة بالحب العذري أو علاقة حب عذري تدخل فيها هي من بداية العام لغاية 14-5 ومن 18-10 لغاية 29-12 أقوىها بالحضوظ اللي هي من 1-2 لغاية 25-2 ومن 19-1 لغاية 18-2 أما ما تبالغ بحضوظك في هاي المسائل وما تعتمد على الحض نهائياً صحيح أن المشتري موجود وبيدعمك بشكل قوي جداً من بداية العام وحتى 14-5 ومن 18-10 لغاية 29-12 بعطيه قوة هائلة جداً بعلاقاته جديدة وأصدقاء جدد ممكن يدخلوا حياتك ولكن زحل رح يعطل عليك بعض المسائل وممكن يطلع بعض الأصدقاء من حياتك ويجيب أصدقاء جدد أو يمتحنك في بعض الأصدقاء أو خيبات أمل فعشان هيك بدك يتركز للفترة اللي هي من 23-5 من بداية العام وحتى 23-5 ومن 11-10 وحتى نهاية العام وخاصة موليد العشرية الأولى تراجع المشتري يوم 28-7 وحتى 18-10 بخفف الحضوظ في هذا البيت تراجع زحل برضو نفس الإشي بحطك في امتحانات اللي هو رح يجي من 23-5 لغاية 11-10 تراجع عطارد اللي بدك تحذر فيه بداية العام اللي هو من 31 ولغاية 21-2 أما بالنسبة للبيت الأخير اللي هو بيت المتاعب اللي هو برج الحوت بيتك 12 هو بيت المؤسسات الكبيرة بيت المستشفيات والسجون وصلاة عرض الفنون والتقييد والأسرار اسمه بيت المتاعب بيت المحن الكبير والأمراض الخطيرة المهلكة والمزمنة والسجون والمعتقلات والأعداء الخفيين والوحدة والعزلة وأي شيء مقدر على الإنسان فعشان هيك هذا البيت دائماً أي كوكب بوصل لإله دائماً بتعب الشخص يعني دائماً لما بيجي الشمس مثلاً البرج قبلك فبتلاقي حالك تعبان هاي الفترة إحنا بنسميها بيت المتاعب وهاي أسوأها يعني رح نذكرها ولكن أفضل القوة لهذا البرج لهذا البيت بالضبط اللي هو من 18-2 ولغاية 4-4 من 14-5 ولغاية 20-6 ومن 19-12 ولغاية نهاية العام أقواها بالحضوض اللي هي من 25-2 لغاية 21-3 تكتشف أشخاص تكتشف أعداء بتتجاوز مشاكل أو ناس بتكون تتأمر عليك بتتجاوزها بهاي الفترة وبكون لقوة هائلة جداً برضو الفترة اللي بتكون أضعف عليك اللي هي فترة وجود الشمس في هذا البيت بدك تكون حذر منها اللي هي من 18-2 لغاية 20-3 يعني شوف الزهرة هي اللي رح تخفف عليك في هاي الفترة ضغوطات وجود الشمس ولكن بما أنه المشتري موجود فيها فهو رح يشكل لك حماية من 14-5 لغاية 20-6 ومن 19-12 وحتى نهاية العام ونبتن رح يعطيك نوع من أنواع الوهم في بعض الأوقات اللي هي من بداية العام وحتى 5-5 يعني يعطيك قوة بالخيال والقدرة على التركيز اللي هي من بداية العام وحتى 25-6 ومن 1-12 وحتى نهاية العام بالنسبة للفترة اللي بتراجع فيها المشتري اللي هي من 26-28-7 بدك تحضر من الحظ إنه ما رح يكون حليفك نهائيا وتراجع نبتن اللي رح يحط لك أوهام وأحلام وكوابيس وخوف اللي هي من 25-6 لغاية 1-12 بدك تنتبه الفترة هاي فترة التراجع شوي الخيال عندك رح يسيطر عليك ما تخلي الأوهام يعني تتلاعب فيك بتمنى الأشياء الإيجابية اللي أنا حكيتها تنطبق عليك بتمنى تستفيد من هذا الموجز البسيط يعني صحيح هو كبير كثير وبأخذ جهدي كبير حتى في تسجيلك إله ولكن إنه مفيد جدا إذا أنت التزمت باللي أنا حكيت لك إياه ورح يكون لصالحك بتمنى كل إشي إيجابي يصير بتمنى السلبيات ما تصير وكل عام أنت بخير في النهاية مقول هاي توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء